شلونكم شاكم أكون إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام أنا عندي قناعة فيتشي وهذا الشي جاي من تجربة بس بنفس الوقت حتى أنا مرات ما أقلع يعني ما أقوله أقوله يا نفسي وهذا الشي أنه من خلال تجربتي لأكثر من جهاز أجهزة الأندرويد تيفي المنفصلة اللي تباع على حدة بتكون دائما أفضل من الأندرويد تيفي اللي يجي مدمج في التلفزيون نفسه يعني المي بوكس من شاومي واللي سويت لمراجعة قبل تقريبا سنتيا تجربت على المدى البعيد أفضل من تجربة المي تيفي اللي يجي مدمج بداخل نظام الأندرويد تيفي وممكن السبب هو أنه الهاردوير اللي يجي على أجهزة الأندرويد تيفي المنفصلة يكون دائما أفضل من الهاردوير اللي يجي بلتين أو بداخل التلفزيون نفسه هذه المقدمة اعتبرها ضرورية حتى تعرفون ليش صالي تقريبا ثلاث سنوات ما استخدم غير بس أجهزة التيفي المنفصلة صار تقريبا أربع أجهزة أندرويد تيفي حتى لو أجيب تلفزيون وبيب داخل النظام كروم كاست وغيرهم لا أروح أشتري جهاز أندرويد تيفي منفصل واليوم ويانا جهاز أندرويد تيفي من شركة لها سمعتها في العراق وهي شركة سترونغ هذه الشركة هي من أفضل الشركات اللي صنع أجهزة الساتيلايت بس بسنة 2015 استحوذت عليها شركة صينية اسمها سكاي وورث وبدأت تجينا بالعراق نسخ هواية مقلدة لهذه العلامة التجارية والخربطة بماركت سترونغ بعد هي موجودة بالسوق العراقي ما عندي فكرة إذا كان أكوكيل رسمي لهذه الشركة حاليا في العراق ولكن هذا الجهاز طلبت من فنلندا بسعر 63 دولار أي ما يقارب 93 ألف دينار عراقي هذا الجهاز يبث بجودة 4K Ultra HD معالج رباعي النواة رام 2 جيجابايت DDR4 يعني مو DDR3 مثل بقية الأجهزة اللي بالسوق عندنا ذاكرة داخلية 8 جيجابايت مع نسخة الأندرويد 10 الخاصة بالتيفي هذا الجهاز يجي بمنافذ متعددة على الجانب عندك USB 2.0 و USB 3.0 مع منفذ مايكرو SD كذلك عندك منفذ ربط امتداد IR منفذ SPDIF للصوتيات وعندك منفذ AV إذا ما تريد تربط عن طريق الHDMI بالإضافة إلى منفذ LAN للربط المباشر على الأنترنت واللي صراحة أنصح بي عند استخدام هيك نوع من الأجهزة ثم متخل كابل الطاقة مع زر لتشغيل وإطفاء الجهاز تقريبا هذا الاندرويد تيفي يعتبر حال حال البقية عندنا بالسوق ماكو شي مميز يخليك تتعب حتى تتحصل من خارج العراق عندنا الجوجل تي في من جوجل نفسها متوفر بالعراق عندنا جهزة مي بوكس من شاومي أو أي جهاز ساني بنفس المواصفات المهم عندي أريد أوضح أنه من خلال تجاربي لأكثر من جهاز تبقى تجربة استخدام جهاز اندرويد تيفي منفصل أفضل ولو قليلا من استخدام الاندرويد تيفي اللي يجي مدمج في التلفزيون وطبعا يكون شركات مثل سامسونج وإل جي صح يجي بتلفزيوناتها نظام ذكي شغل نيتفليكس ويوتيوب بس يبقى اختيار الاندرويد تيفي كنظام أفضل بكثير صراحة الاندرويد تيفي خلى عندي فضول أنه أجرب أيضا للأبل تيفي جديد فإن شاء الله نحاول نجيبها للقناة ونسوي لها مراجعة قريبا زيان أريد أوضح بعض الميزات اللي ممكن تحصلها من جهاز اندرويد تيفي الكل يعرف عنه أنت تقدر تتفرج يوتيوب نيتفليكس ديزني بلاس برايم فيديو أكيد هذه التطبيقات كلها موجودة بشكل رسمي مثل هاي عندنا نيتفليكس هنا أنا خال الحساب مالتي وأقدر أفوت أشوف كل المحتوى بشكل بحيث يعني جاهز لهذا الجهاز يعني مو تحس وكأنه ما تطبيق غير رسمي لا هو تطبيق رسمي وبكل التفاصيل تقدر تستخدم تطبيقات مثل الفايل كومندر حتى تنقل ملفات تطبيق معين ما موجود بمتجر بلاي الخاص بالتيفي لأنه خلي بالك ترى المتجر هنا يعني ما بكل التطبيقات مثل ما راح أشوفكم هذا التطبيق مع المتجر ما بكل التطبيقات اللي موجودة بالموبايلات أو يعني بشكل عام ما تلقاها هنا يعني مكتبة محدودة على قد التطبيقات اللي ممكن تشتغل على التيفي بس أنت تقدر تحمل أي APK أي فايل امتداد لتطبيق أندرويد من أي موقع من أي متجر ثاني وتيجي عن طريق تطبيق الفايل كومندر مباشرة تنقله من حاسبتك أو من موبايلك وبشكل كل السلس تقدر تنصب التطبيق وتشتغل عليه أكو شغلة حلوة باستخدامك للأندرويد تيبي وهي أنه أكو هواية ألعاب على متجر بلاي تقدر تلعبها على هذا الجهاز خلي شوفكم هذا هذا بلاي ستور وتلقى خانة تطبيقات وخانة أخرى للجيمز ورح تلاحظ أنه الألعاب موجودة بشكل يعني مو كم لعب لها هواية لعبات صاح أيضا مو مثل الموبايلك الأندرويد أو التابلت يعني أكيد هناك رح تنقى مكتبة ألعاب أكثر باعتبار يعني جهاز محدود استخدامه مو ذاك الاستخدام القوي يعني لا بي معالج قوي ولا بي رام قوي يعني ما تقدر تشغل لك ألعاب ثقيلة بس أكو والله كمية حلوة من الألعاب اللي ممكن يعني تستمتع بيها فمو كل الألعاب المعروفة موجودة بس كمية كبيرة من الألعاب رح تقدر تلعبها وتقدر بسهولة أيضا تلعبها على أي كنترولر يدعم بلوتوث مشارط بالريموت كنترول أتكون كذلك تطبيقات اللي هي خاصة باللياقة البدنية يعني بكل سهولة تقدر تشغلها وبالتلفزيون وتسوي تمارين أكيد أغلبهم بيهم اشتراكات بس متأكد أكو تطبيقات تقدر تحملها بشكل غير مباشر تخص التمارين رح تشتغل على الاندرويد تيبي فصراحة موجود هيش مكتبة ولو محدودة على جهاز بخمسين دولار تقدر تستخدم هاي التطبيقات بشكل مدعوم على هيش جهاز أعتقد هذا فتشي يعتبر مميز وأكو حتى يمكن أرخص من هذا يعني أرخص من 63 يورو أرخص من خمسين دولار أكو هواي أدني الستيك اللي هنه أسعار ممكن 25 أو 30 دولار أيضا نفس الشغل صحيح رح تلقرام أقل أو ممكن معالج أقل بس تشتغلوا كلهم تمام ماكو أي مشكلة فهذا ما يخص الاندرويد تي في أكو هواي استخدامات ممكنة لهذا الجهاز يعني بالنهاية هو ترى اندرويد وهذا النظام معروف أنه مليان حركات وإمكانيات مفتوحة طبعا ميزة الكومكاست موجودة وهذا الشي طبيعي تقدر تبث من موبايلك للاندرويد تي في والليتنسي جيد ومثل ما قلنا ماكو ذاك الاختلاف ما بين هذا الجهاز وغير اللي متوفر عندنا بالعراق يمكن مسألة الرام شوية هنا بهذا الجهاز الرام هو من نوع DDR4 وهذه ميزة عندك دقة المايك في الريموت ممتازة عند الاستعانة بمساعد جوجل الريموت كونترول قوي الأزغار رصينة أكيد منتج موجه الأوروبا لازم يكون مصنعيتها أفضل من اللي موجهات إلنه بالنهاية أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفات هشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر